دون إشعار ولا سابغ إنذار، شركة تويتر لمالكها الملياردير الأمليكي آيلون ماسك تقرر حظ فشارة التوثيق الزرقى من حسابات نجوم كرة القدم العالمية وشخصية سياسية بارزة. حسابات يتابعها الملايين فقدت شارة التوثيق فجأة في صورة النجم كريستانو رونالدو، كيليان مبابي، رياض محرز محمد صلاح ونجوم آخرون. قرار أثار ضجة ودهشة عبر مواقع التواصل وفي أوساط نجوم كرة القدم الذين أكدوا رفضهم القاطع دفع الاشتراكات. شركة تويتر وفي مجزفة من صاحبها آيلون ماسك تم تغيير اسمها إلى إكس كورب مع إجراء بعض التحديثات على خدمات وسياسة الخصوصية واتفاقية معالجة البيانات. إكس كورب ستفرض اشتراكات شهرية على نجوم مستديرة من ثمانية إلى أحد عشر دولاراً لتوثيق حساباتهم الشخصية. خطوة سيغامر بها ماسك بمستقبل منصة تويتر وربما بثروته كثاني أغنى رجل في العالم. ونسي أن المشاهير يقدمون خدمة بالمجال لمنصة تويتر وقد يتخلى الجمهور عليها إذا استغنى النجوم عنها. فشارة الزرقى تؤكد توثيق الحسابات الرسمية لأصحابها وحمايتها من الاختراق ويمكن اعتمادها كمصدر للمعلومة. فكرة تجارية تهدف للتخلي عن الخدمات المجانية قانون سيخضع له الجميع بحسب مصادر إعلامية بما فيها المؤسسات والهيئات الرسمية الحكومية. فهل هي خطوة لتحسين نوعية الخدمات أم خطة لدمج الشركات وجني المال من نجوم الكرة؟ وهل سينجح آيلو الماسك في جعل منصة تويتر تطبيقاً كاملاً أم هي بداية زوالي إمبراطورية الطائر الأزرق؟ ترجمة نانسي قنقر